السلام عليكم مدينة أبهى السعودية تشهد تفوق الكرة العراقية في البطولة العربية الشرطة يضرب السدب الأربعة ويتفوق مبارك للقيثارة وعشاق القيثارة والإدارة واللاعبين والملاك الفني والإدارة وتسديد الله سلامي على الشرطة سلامي على أبناء العراق ونشاهد أهداف الشرطة الأربعة بمرمى السد في البطولة العربية جزاة أكرم عفي من ماتيوس أوريبي تعود الكرة بتسديد الله هنا وقف الصورة هنا وقف الكاميرا هنا وقف اللقطة هنا أمامك أحلى لقطة سجلها الشرطة واحد واحد تقدم أسيو محمد بالضبط لعبها بالضبط لعبها مثل ما لعبها أكرم عفي أتقدم على الكرة وتسديد الله سلامي على الشرطة سلامي على أبناء العراق ولا يعود في المباراة للتعديل هذه الكرة تسدد إلى رابع الله 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 كرة أحمد باسل أخطى فيها ترجع لأكرب عفي في استغلها أحمد باسل اقترف خطى أداحا للسد أن يقلص الفارق ويصبح على بعد هدفين ونتابع أفراح فريق الشرطة بعد صافرة حكم المبارات نهاية اللقاء بفوز الشرطة على السد فرحة عراقية كبيرة العراق إلى نصف النهار أحمد باسل اقترف خطى مباراة خطائ فريق الشرطة على السد في سند مبروك ماكو قلب تاريخية موسيقى موجود؟ أربعة 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 كافيلة وبعد أربعة أربعة سلامة موسيقى موسيقى كورا يتابع أفراح جماهير الشرطة من بغداد بعد الفوز على السد في البطولة العربية موسيقى ولا تعدوا لا صفاقتي اللي انتقصوا من تاريخ نادي الشرطة هذا رد نادي الشرطة عليهم خطأ أحمد رسالتنا للبطولة العربية الشرطة رقم صعب والله يوفق الكادر التدريبي ادارة والحمد لله أترى موصل الجمهورنا اليوم وصل بسلامة وإن شاء الله للمربعة إن شاء الله المربعة إن شاء الله النهاب إن شاء الله إن شاء الله للجماهير العراقية والأمة الشرطاوية اليوم قدمها ومستوى راع اليوم الفريق الشرطة عالمي وإن شاء الله للنهاي حيل الله وإهل النا views لا اليوم ثبتنا بأننا نادي الشرطة وعظيف أظيف تصريح أقول اليوم نادي الشرطة رجع الهيبة الكرة العراقية رجع هيبتها بهذا الأداء بهذا المستوى نشكر اللاعبين نشكر أحمد صلاح وحسين عبدالواحد وإن شاء الله النصر جايكم الشرطة الشرطة جايكم إن شاء الله إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله إذن القوة الجوية بطلوا كأس العراق بعد سنتين من الفراق نبارك لعشاق الصقور الإدارة الملاك الفني والإداري واللاعبين وهاردك لأربيل تحلق مبكراً في أجواء هذا اللقاء وفي أجواء العاصمة مغداد لتعلن عن أول نهتاق داخل منطقة الجزاء أدل 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 المحاورة بطل مهند عبد الرحيم داخل منطقة الجزاء كثيرة منطقة الجدوية نست når تترجمة إن شاء الله المتضب منتظر عبد الأميري حاول يمر منتظر 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 ثالث ثالث للقوة الجوية شريف عبدالكاد داخل ومرت على الشريف هدف دالت لفريق القوة الجوية خلاص كورا يتابع أفراح جماهير القوة الجوية بعد الحصول على لقبي كأس العراق نقل الجوية مباراة جميلة نطلب من رئيس الاتحاد الاهتمام بالملعب يعني الكراسة أغلبية تمكسرة وأغلبية جماهير أربيل كسرة الكراسة هذا الشي ما يصير الجوية أول الجوية يعني الأول يعني العالي هذا الجوية الصحيح الجوية اللعبتية لذلك ما للدور وما للأربيل قسر هذا الجوية وهذا مستوى الجوية نقول مبروك للجوية وغارد لك أربيل جوية مبارك الجمهور القوة الجوية هذا الجمهور الوفي وهذا النادي العريق اللي أول نادي تأسس بالدور العراق مبارك له وهي كل من هذا الطفل النادي القوة الجوية غارد لك الأربيل وإن شاء الله تحقيق المزيد من الانتصارات بالموسم القادم إن شاء الله كاسوي دوري وأحداث مرفوضة على مدرجات ملعب الشعب ومواجهة بين جماهير أربيل وقوات الشغل نشاهد اشتركوا في القناة ونتابع أيضا ردود أفعال جماهير أربيل بعد الخسارة من القوة الجوية في نهاية بطولة الكأس جوية قوية أربيل شوط الأول موزين بسوط الثاني عيلزين بس داك ألبية سبب الرئيسي يعني بصراحة شوط الثاني دقيقة تقريبا 65 هاي سبب الرئيسي هاي كارت الأحمر مستحق للفريق الجوي دي حتي واحد كل شعيب للأمن تضربون جماهير نادي أربيل هاي أول وآخر حتيان احنا جاي من أربيل على الساس فوز بس مبروك للقوة الجوية أصار شي طبيعي وهذا كرة القدم مبروك للقوة الجوية واحنا جاينا والمهم شوفنا لحبة حلوة لحبة جيدة يوم مباراة كان كل شي حلوة وجميلة فالجمهور همنا يعني ما قصره واحنا جدا جدا نشكره خوش لعبة مباراة حلوة وجميلة خوش حكم وخوش مدرد هل عظيم على داع أربيل؟ لا زيان خوش أربيل خوش لعبتهم متسواة حلوة بس أحلى فريق قوة جوية احترام بوعي تام ومشاعر صادقة جماهير القوة الجوية تبارك لممثل الوطن نادي الشرطة بعد الفوز على السد القطري برباعية نشاهد احنا من القاسم جايز والله تعبنا هنا وعلي أول شي بسم الله الرحمن الرحيم مبروك لنا الكاس وعادك لربيل وإن شاء الله يوصل بالسلامة ونبارك الفريق الشرطة العراقي اليوم فاز على السد القطر وإن شاء الله إن شاء الله يعني احنا متعلمين على البطولات وإن شاء الله الموسم الجاي الدورة والكاس والجوية شوف احنا متعلمين على الكوز ماكو إلا كاس يالله نقتلع هاتش حسن ألف مبروك للقوة الجوية وهارد لك الجماهير أربيل وإن شاء الله جماهير أربيل ترجع بالسلامة وألف مبروك للشرطة على المستوى القدموه ورفعوا راسنا وألف مبروك للجماهير الشرطة والإدارة الشرطة والفريق الشرطة كافة مبروك للقوة الجوية مبروك للقوة الجوية مبروك للقوة الجوية مبروك للقوة الجوية هاتش جماهير أربيل قدموا السواد يعني يليغ ابن هذا النادي مانيسة بطولة آسيا أهم لعروح لهم إحنا للشمال بيوتنا لهم مفتوح على بيوم مبروك الممثل الوطن النادي الشرطة هاي حزازيات احنا ماننا علاقة به هذا ممثل الوطن نادي الشرطة العراقية مبروك الفوز وهذا كالصدقة تحية أخرى مشاهدين الأكارم ضيوف كورة هذا المساء كنا لأستاذ محمد خلف الإعلامي الرياضي مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا حياكم الله مساء الخير عليك أستاذ علي وعليك كل جمهورك الكريم حياكم الله وأيضا سيكون معي الدكتور رياض مزهر اللعب الدولي والمحلل الفني حياكم الله دكتور أهلا وسهلا بك مساء الخير عليك وعلى جمهورك الكريم وعلى كابترنا الغالي كابتر محمد خلف اليوم أحداث في كوم اليوم منين نبدأ من الجوية من الشرطة كيفكم بسم الله الرحمن الرحيم سعيد جدا بتواجد الدكتور الكابتر رياض حياكم منين نبدأ كلها مفرحة كلها مفرحة واليوم فعلا يوم بهيج يوم كرة وبامتياز يوم وطني بامتياز أنا أقول مبارك للقيثارة مبارك لممثل وطن كما هو الآن مبارك لهذا الأداء الرائع مبارك للنتيجة مبارك لتثبيت الكلام اللي ثار صارنا سنتين ثلاثة بجدل فأقول لا عزاء للمنافقين لا عزاء لمن يريد أن يسقط باللاعب الوطني أو المدرب الوطني هذا البدع اللي اليوم اليوم طبعا يوم أسود عليهم ويوم سعيد لكل إنسان تمسك بهذا الكلام هاي بدعة التأسيس وبدعة هذا إنه اللاعب العراق ما متأسس صاح شاهدوا أحمد فرحان اليوم هو أهداف الجميلة هذا ما متأسس شاف شوفوا أمير صباح شوفوا أحمد يحية كل اللاعبين الآن المؤسسين وأصحاب الدولارات والملايين من العقود اليوم القيمة السوقية بيت السد ونادي الشرطة هل يكاد يذكر؟ إذا لما نقول إحنا كرة القدم موهبة ومستوى لاتطلعونا هذه الشغلات وهذا البدع مالتكم وهذا الأساليب الابتزازية بتسمية المحلبي بأي نعم اليوم بس محلبي بالفستق بالجوز باللوز محلبي وطني بالفوز اليوم بداية نارية في منستاغ الحمد اليوم غصبا عليكم هي والله أنا فرحان جدا اليوم حاجة بعدني ما سأل ولا سؤال ولا سؤال وهو هذا المقدمهم وليش أنا أقول لأن الآن صارنا تلذي سنين يا أخي شوف السب والشتم وهذال الأساليب مالتهم الآن يلا هذا المحلبي حلو مبارك فوز الشرطة بكل صراحة اليوم فرحة عراقية بامتياز دكتور بسم الله الرحمن الرحيم أقدم تحية إليك مرة ثانية وكافة محمد أجبني كلام بكافة محمد لا كافة محمد يدافع على مبدأ يعني قبل مباركة الشرطة على أنه يعني اللعب المحلي متواجد لا تنكرونه أو لا تهمنونه قيمتها قيمة اللعب المختار لكن ما توفرت للظروف اللي ما وفرت للظروف مبروك لفريق الشرطة مبروك الكادر التدريبي الكابتن أحمد صلاح هو أحسين اللي تفوقوا ذهنيا وتفكيريا وخططيا بعد قراءة البطولة أول ما دخل البطولة قدموا بطولة ممتازة من خلال قراءتهم لثلاث مباريات الأولى كيف فاز على المباراة الأولى وتعادل حصل أربع نقاط تأهل الثاني لعب بطريقة بطريقة واقعية جدا كذلك أبارك للكابتن مازل دكتور مازل الصراحة عندما يعرف كابتن محمد عندما ينتهي موسم كروي يعني الجانب البدني في أضعف حالاته ينفقدان للقوة وتنتقل مباشرة إلى قوة إيقاعها أعلى من إيقاع الدور العراقي فتحتاج إلى مدرب لياقة بدنية محنك ينقل الإيقاع من المستوى إلى مستوى أعلى بينما هو الواقع المفروض كان هبوط في المستوى فبالتالي هذا الكلام اللي قال لكابتن محمد الكوادر الفنية العراقية الموجودة لها قيمته وثبتت هاي قيمته أنا ضم صوتي مع كابتن محمد أني دكتور مازل مدرب اللياقة البدنية بصماته واضحة جدا لا ما نمخص حق الكوادر الفني واسلوب الخططي وطريقة اللعب وطريقة اللعب واقعية واقعية ونوع من احنا نقول جسارة نوع من الشجاعة اللي ما نخاف لا من السد ولا من الاتحاد فبالتالي مبروك لهم هذا مبروك مو فقط لفريق ناند الشرطة فريق الكرة العراقية اللي عادت هيبة الفرقة نعم المنتخبات قد يكون اسمها بدأ يتصاعد شيء في شيء لكن الانديا العراقية يعني أعتقد أنه بالقادم الأيام ستكون لها كلمتها في المباراة الأسوية النتيجة تعبر عن واقع المباراة أربعة فوز الشرطة معناها الحياة واقع المباراة يقول أنه كاتن أحمد صلاح قرأ المباراة أفضل من مدرب السد واقع اللذي أما كميزان كفة كفة السد من ناحية القيمة السوقية من ناحية الجانب الفني الخططي نعم فريق السد أفضل لكن إن واقعية داخل أرض الملعب جيد والنتيجة أربعة أهداف محلية الصن جميلة الأداء وفوز مقنع لكل الجماهير العراقية اليوم هو هذا الكلام يعني أسا الآن يعني أضاف دكتور رياض فعلا إنه كل الكوادر الموجودة هي طبعا كادر جماعي يعني إنه كل واحد يكمل الآخر يعني لو لا وجود مذن المدرب اللياك اللي هو يعني يعمل بشكل ممتاز على مسألة الاستشفاء أنت تقرف بالبطولة لما تلعب كل ثلاثة يام مباراة على مستوى عالي يراد لك عمل وجهد كبير في مسألة إيصال اللاعب للجهزية هذا يأتي من خلال وجود كوادر مدربة وفاهمة ومثل ما دائما أنا وياهم ما سأريدهم أجي مأسسة صح يعني مأسسة مأسسة فنيا هي مهمة الآن لا مهو الآن يعني ليش أحتي رياض ويسمعني مهمة الآن البدعة اللي يطلقوها الآن كل شيء بالوطن ما مأسس صح يعني مو فقط بالرياضة أنا قبل عيامنا من أتكلم في كل شيء الآن يريدون حتى الإعلامي لازم ما مأسس بالداخل الطبيب ما مأسس صح يعني وكأنه العراق هذا اللي حضرته ضربة بالقدم من أربعة آلاف سنة إحنا ما عدنا تأسيس هذا كلام يعني مردود الآن الأبطال اليوم يعني أنت تقول لي أحمد صلاح الآن الآن كل المباراة اللي جرت هو الآن هسألعب أربع مباراة هاي المباراة الرابعة في غضون شغير في غضون 11 يوم تمام خلاله ما عايش يوم شوف تنوع أساليب اللعب خلال المباراة الواحدة إيقاع التحكم بإيقاع الفريق الفريق مرات يعني يخفق ويخسر يتقدم عليه الفريق الخصم كيف يرجع الفريق كيف ينتظم كيف يتماسك ما ينهار ويرجع يسجل ويتفوق إذن هذا أكو فكر تدريبي فكر تدريبي موجود اليوم اليوم أنت الآن الكابتر أحمد صلاح الجميع أجمع أنه فريق السيد متفوق على فريق الهلال ثلاثة اثنين طبعا والهلال بكل القيمة الموجودة الجماهرية وغيرته الآن لما نعجي الآن يعني هم شوفوا التشكيك لما المباراة الأولى والثاني والثالثة وتأهل الدور الثاني قال لك وش اللي أعمل لنادي الشرطة هي ضربة جزاء وحدة بالمباراة الأولى هو شوق السجل هو خسر مع نادي الاتحاد اليوم سجل أربعة الآن أنت شوف السد سد سجل ركلة جزاء من خلال العودة إلى الفرد هاي وحدة والثانية خطأ من الحارس وهذا يحدث يحدث لأبرز الحراس بالعالم لكن هو خطأ لكن شوف نادي الشرطة وأهدافه سجل أربعة وكم أضاع كم أضاع العودة أنت نعم فريق السد يرجع المباراة لكن شوف القوة الموجودة يعني آسورستم لما نزل بالشوط الثاني مهاجم بين أربع مدفعين كيف عمل عمل هدفين أحمد فرحان أحمد يحية كل اللاعبين أمير صباح إذن هذا هو نجاح نجاح أنا أقول للمدرب الوطني نجاح لللاعب الوطني إذن هذا هذا الإستوان المشروخ أمالتكم انتهت هذه بداية الآن وصمة وخلنا أقول الصفعة أولى إن شاء الله بالمنتخب الوطني بالقادم راح تشوفون أيضا حتى تنتهي هذا المشروع ما لكم اللي قاعد تروجون به ينتهي إحنا مو إحنا اللي بدين هذا الأمر إنتم هذه المواقع المأجورة اللي أن فيهم من يتكلم حتى بلا احترام مرات ويتجاوز يعني على ناس أكبر مننا عمرا وتجربة وخبرة يقول هم اللي يريد يفرقون بين اللاعب المحلي هو من اللي يتكلم من الداخل بهذا المسألة إحنا دائما وأبدا هاي طلع كل اللقاءات وموثقة وموجودة نقول يا أخي مستوى اللاعب هو اللي أهله بغض النظر إذا كان بطريبين أو بالحبانية أو بالبصرة أو بون برلين وين مكان أنا ما يعنيني وين مولود مستوى داخل المستوى الكفاءة وخلي المدرب هو اللي يجي لا هذا محلي ما متأسس صح هذا فلان ما متأسس صح ويريدون يسقطون بكل ما هو وطني فأنا اليوم فرح جدا والله العظيم هناك غيرك حزين لفوز الشرط طبعا طبعا وهم نفسهم انت شوف التعليقات شوف التعليقات بالبداية انتظروا اجاكم الدور القادم اجاكم السيد وراح يجيكم فلان والله العظيم كانوا الآن هم الآن في أوج حزنهم لأن هذا ضرب المشروعهم ثق من هو متبني هذا المشروع هذا المشروع شوف اكو ناس ناس يقول لك راح تدخل بغير أمور هذول الناس الموجودين في أوروبا الآن هذول الناس اللي ذهبوا واخذوا جنسيات وليجيو وغيره وعايشين هناك ثق بالله العظيم ما عتم عيشه ولا ارتزاق الا من خيرات هذا الوطن لحت هذه اللحظة هو عايش هناك وجوازه وجنسيته ويطلع بكل هذا وبس يتندر بس يسقط برناع بلده وأكله وشربه وعيشته هو من هذا البلد هسه هاي المشاريع اللي قامت هسه الآن كل هذه الفترة الآن كنت هذول الأذرع بالعمل بمؤسساتهم والسيطرة عليهم وانت شوفوا بكل معسكر الآن يكون بالخارج شوف التواجد الموجود هناك ماذا تشتغلت المشروع ليش ما هو حق مشروع مثلا حق مشروع نعم مثل ما المغرب انتهجت واعتمدت على المحتربين وياك حق مشروع وانا معاه أبصم بالعاشرة لكن مو مقابل السقط بالداخل ها تتقول صار اكو تسقيط بكل شيء بالداخل هوا هذا هذا اللاعب المدرب يعني الحق المشروع المكتسب اليك يبيع لك ان السقط كل ما هو بالداخل والمشروع للجميع المفروف تمام والفرص بالتساوي انتم البديتو كل واحد بالداخل عطلات تمام هذا من اطلق الكلام هل احنا اطلقنا هذا المفرد ليش عطلات يسموكم كلها الليش ما سامح عن المفردات لا انا سامع محلحل سامع محلبي على قول والعطلات والعطلات ما هو من اطلقه شي يكون لعب بالداخل العطلات ما هذا هذا كان داما هذا عطلات هذول عطلات انه هذول عطلات الان حتى اللاعبين الوطنيين الموجودين محترفين مثلا بالدول القريبة خلاص لازم ينتهون هذول عصلا هم من ضمن العطلات ما هذا الكلام انتم اللي قلتوه الان اللي تتباكون والله انا حزين لا عم لا حزين ولا كذا خليك يا اخي انا ما حدد مواطنة بشر ولا حدد مواطنة انسان الوطن للجميع لكن ما من حقك انت قاعد هناك ومتنعم وصال لك 30 سنة او 22 سنة بس تتندر والسئلي انت لا عايش عشتي ولا عايش الظروف اللي عايش بها ومع هذا منتفع مني وتحكي علي والسقط وابنا بلدي طيب بالعودة اللي هذا الكلام اللي اقول عندك تعقيم لا مو تعقيم بس وانما داما يذكرها كابتن انه اكو هجمة داما ان اللاعب المحلي او المدرب المحلي ما متأسس ما متأسس شوف كابتن لو توفر الظروف مثل اليوم مثلا ادوات بسيطة يعني جيدة مع مدرب ما متأسس اللي يطلقوها انه ما متأسس شفت لعب اربع مباريات انواع الضغوطات تحمل انواع التكتيك تحمل لكن مدربنا المحلي قادر على انه يجاري هؤلاء اللاعبين لو توفرت ادوات واتوفرت هذه فبالتالي نسك الماليات حتى اتكمل تدره هو الضغط الاكبر الان مسلط على احمد صلاح منين منين الضغط الاكبر هذا الهائل من هذا المواقع لان اي فشل هسا الان هو فالدعباء على ظهرك اي فشل يقول لك ها هذا المدرب هو كانوا منتظرين منتظرين سقوط المدرب المحلي لكن احمد صلاح اثبت ان المدرب العراقي هو مدرب على مستوى عالي ويقارع المدربين اللي كانوا بالبطولة عربية او بطولة اسوية لو توفرت مثل ما توفرت الموجودة في الدول الاسوية اذا المدرب العراقي لا يقل شئنا عن المدربين لهذا وبالتالي احمد صلاح اثبت اليوم اثبت للجميع تغيرت مناهج والتكتيك والايقاع المباريات لكن احمد صلاح كان ثبات الدني كان مستوى التفكير عالي فبالتالي هذا جزء بسيط كابتن احمد صلاح ما يتمتعون بمدربين البقية المحلي سهل لناقشك بنقطة احنا لحد العام العام الماضي نخاف مواجهة هذه الفرق في البطولة العربية وعدنا بدعة انه اللاعب المحترف الواحد يعادل سعر نادي كامل فريق عراقي شنو اللي اختلف الان والشرطة بنفس العناصر عناصر محلية محترفين باسعار بسيطة واجهنا افضل الفرق وحققنا نتالي شوف خلنكون واقعين كابتن محمد قالها اي مدرب اي مدرب محلي يريد يسافر على اي بطولة هم مو الضغوطات الفرق المقابلة هم الضغوطات اللي موجودين بداخل العراق هم اللي يردون يسقطون او ينتظرون انخسارته او فشله في سبيل في سبيل على انه ينالون من عد اللاعب المحلي والمدرب المحلي فبالتالي هاي الضغوطات ها وبالاضافة الى العناصر اللي توفرت من المحترفين واللاعب المحليين لنادي الشرطة من افضل العناصر ترى لتقل قيمة القوة الجوية عن فريق الشرطة ترى فريق القوة الجوية يمتلك من العناصر والادوات نفس فريق الشرطة وانا متأكد لذا فريق قوة الجوية ذهب البطولة السوية سيذهب بعيدا حال حال في الشرطة لكن بوجود مدرب اعطى الفرصة للمدرب المحلي المدرب المحلي يمتلك من المقومات ما يمتلكها اي مدرب موجود الآن بالبطولة العربية لينشف التغيير تغيير فلسفة المباريات من المباراة المباراة والمدرب قادر على ان يجاري فلسفة المدربين للأجانب فبالتالي اذا انت عندك عندك تأسيس صح موجود التأسيس لكن لا تتبتدع تقول ما عنده مؤسسين انه مؤسسين صح لكن توفرت بعض الشيء لظروف جيدة لفريق الشرطة فأظهر بهذا المستوى لو توفرت كثير من المور لا سنذهب بعيدا بالنتيجة فريق السد القطري غير محظوظ امام الفرق العراقية ونتيجة اليوم عادت فينا بالذاكرة الى 2007 ايضا 4-1 فوز النجف على السد انت اللي تقول للسد القطري انا اريد اشوف اداء داخل الملعب نفس اللاعبين في ربع نهائي بافضل عناصرهم لكن وجود كادر تدريبي بطريقة او حجم فريق السد ليش احنا نطل فريق السد هالا منطل فريق العراقي انه هو تفوق تكتيكيا الفريق العراقي تفوق تكتيكيا وبالدنيا وذهنيا هو اللي يحقق الفوز اليوم لا نقول فريق السد واذا فريق السد لكن احنا لازم نشيد باداء لاعبينه وبالجهاز الفني لأن لعبه مباراة بطولية ورجولية يعني مو فقط قبل ما يقال كابتن محمد يقولون غيره لا لا كان هناك تكتيك على مستوى عالي انضباط عالي انضباط عالي مساعدة فبالتالي لا لا ما كم خافة من اي فريق لو توفرت الثقة والشجاعة لدى الفرق العراقية ستذهب بعيدا طيب الصحفي فيصل صالح تحياتنا اليه يقول تحياتي استاذ علي ولضيفيك الكريمين ليس كل العراقيين الذين يقيمون في أوروبا ضد اللاعب والمدرب الوطني فقط المرتزقة والسماسر الذين يبحثون عن مكاسب ذاتية تحياتي وهذا اللي قلت تحية للأخ استاذ فيصل صالح أبو إيناس أنا كلامي واضح جدا قلت تاني أولا قبل كل شيء أنا ما أحدد لا واتدخل بوطنة إنسان ولا كذا كثير من الناس الاراقيين الموجودين بالخارج ناس محترمين ويحبون للاراق أنا قلت هذه المجامع المنتفعة أصحاب المشروع وأصحاب المشروع هذا اللي أتكلم به أنت الآن عندك هدف تريد تمشي هذا الأمور أو تروج مثل ما نقول بضعتك فتسقط بالآخر إحنا نريد الآن الكلام للجميع ومفاديهم هؤلاء أولا دعو المدرب هو المقياس الأول أنتم تتكلمتوا كثير وقلتوا كاساس من أفضل المدربين وإحنا معاكم وقلتوا كاساس ما حدي أثر عليه ومعاكم ما حد احترظ ليش الآن كاساس من يجيب رياض مصر يسير تدخل لازم محمد يتدخل وطه تتوسيا ليش من يجيب كل اللي تريدونهم أنتم ما حد يتدخل بعمله إذن خلوا الرجل يعمل وخلوا يتبين ابنتاجه معه لا سقط لا سقط بالمدرب العراقي لا سقط باللاعب العراقي لا سقط بالإعلام العراقي يا أخي ومو كل بالواحد بالعراق الآن وهي المشكلة صارت أنه كل شيء بالعراق الآن سيء ما متأسس يعني الطبيب بالعراق الآن ما هو يروح لندن أحسن طبيب ما هو علم واحد وقرة القدم من الله خلاق هيا لما أنا يقول لك وشوني تقول أنت أنت أسيس ودعي يا أخوان ما يخالف على عين وراسي العلم والتطوير لكن بليه حجيت لك لعب بالـ 58 إجيب الـ 57 هو تكرم صبغ أحذية وراح بالـ 58 أفضل لعبي العالم وظل لما ما احتزل للـ 74 هو يتكيف فكرة مع كل المدربين يمرون عليه وكذلك الحال ميسي وغيره وغيره الله خلق كرة القدم موهبة وفطرة لو احنا عدنا أهم جازين بالكرة العراقية التأهل لكأس العالم وكأس آسيا 2007 طيب قبل همام متأسسين شاعدنا كان ملعب الكشافة ولعوينة وساحة الفرق الشعبية ما هسا الآن الحمد لله المدربين صاروا A B C وبرو ومدربين هاك قدامك هذا الرياضة الآن إيش لول لما هو دكتوراه كرة القدم والآن معاون عميز كلية تربية الرياضية ويخرج أجيال ما متأسس؟ أما أقول علي ما متأسس؟ هو هذا هذا ترى هذا اللي يحترض علي والله العظيم أنا هسا خب صار ثلاثة سنين أنا ترند الأول بالعراق بالسب والشتب لا جد حالية بعدك لا جد لا والله العظيم لا والمشكلة اللي ترند فترة ويختفي أستاذ محمد مستمر مستمر تدليش تدليش علي لا جد لأنني ما أدعن إيش قد ما يغالون أنا أزيد عليهم وراح تثبت هس اليوم هذي قدتك صفعة أولى حتى يتقدمون بس المرات الأخرى رح تجي صفعات وصفعات لا نضعفون ابن البلد اليوم الشرطة أنا فرحان لمو لي أني أنا شرطة ولا إلي شغلة ولا كذا بلعكس بس هذا موثل الوطن واليوم أنا أفرح والله من أشوف هذا أحمد يحي يا أخي لاعب سد عالي ولا واحد يفتح حلقة عليه قال يش يسمونه هذاك إجعاز هو إجعاز ولا لاعب لعبة ولا لاعب لعبة للمنتخب العراقي صارنا أربع سنين يجيبونا ويحتضر ويروح وكذا وكسع لي يقولون اليوم هم على أساس اللي دي شوية جارون والآن لازم هم دائما يركبوا الموجه ترى أحمد يحي ممتاز ممكن يكون بديل إجعاز سبت بابا سبت اعطر من بسكم ابني شوف هذا الإمكانيات هذا ابن البصرة ابن البصرة هذا الذي تلسل كان بالميناء توا بدلع بشار وجه السلان ويشترطه شفت شون القطع ماله والمهارة والشوت والتزديد وهذا أحمد فرحان تشوفونا قدامكم تركوا هذا هذا الموال يعني خدمرة والرياضة والله العظيم حولوها وهذا للذيول اللي هنا الظيول الموجودة الظيولهم والأذرحهم اللي هنا اللي هسا الآن كل واحد بحياته هو الآن لا إلي تاريخ ولا إلي اسم ويتطاول ويحكي على ناس هذا محل محل حل وهذا محلبي وهذا كده والله أنا فرحان على المحلبي اليوم قلت لك بالفستق والجوز واللوز وغصبا عليهم إنساننا العراقي والوطني ينجح اتمر علينا ظروف شوف مشاكل معانات يبقى العراق صاحب حضارة وصاحب تاريخ وهو الماجح بالآخر أهداف المباراة إذا نعلق عليها بالشاشة أكو بعض الأهداف لازم نتوقف عندها دكتور رياض لجماليتها بهذه المباراة طولي الهدف الأهداف الشرطة يا شباب شوف كابت أنه هي وهي تمشي احنا نحشي على هداف طريق الشرطة فضلا ليش أريد أقول لك أكو عمل يعني نعم أكو عمل ولا هذا نفسه نفسه سجل هدف مع نفط نيسان صحيح صحيح أحمد فرحان كثير من أهدافه في ملعب الشعب يجي خلال هذا نفس العمل آه كابتن هو مو شي جديد ولا اليوم لأول مرة تحدث هناك عمل في نادي الشرطة يا أخوان يعني أكو عمل عمل انضباط تكتيكي كل لاعب يعرف مكانه وين فهذه الأهداف متكررة يعني معناته شنو ذات فالشي يتكرر دائما كابتن محمد في علم التدريب معناته أكو عمل أكو بالتدريب أكو تدريب فإذا فريق النادي الشرطة اليوم منحقق الأربع أهداف ترى ما كانت احتباطا أو ما كانت بالصدفة حتى وقت هذا القول كان كابتن مميز بعودة الشرطة عودة سريعة كابتن عندما تلعب مع فريق السد وتتأخر بهدف متعارف عليه ذهنيا تشتت فيصر عندك منوع من الارتباك نوع من الخوف لأن فريق السد أعلم عندك لكن من الفريق يعود ويرجع مرة ثانية هذا كله يثبت على أنه ثبات الذهني والتكتيك لدى اللاعبين وحفاظهم على السيستم والفريق هدف أحمد فرحان يا شباب السيستم والفريق يدل على أنه فريق الشرطة رايح للبطولة مو فقط لأجل قضاء عمره أو سفره لا رايح للبطولة عارف وين يروح لأن تعرف أنت البطل بس لاحظ هذا الهدف كابتن هذا والله هل سأتمنى هذا دائما هدف أحمد بهذه الطريقة هذا السيناريو يعني أحمد من النوع المميز وبين يدربين ويشوت يعني قلة ترى أن اللاعبين اللاعبين حتى الرقص صحلو ترى لا لا وبدليل والله يونسون أنا بارك لليوم ليس لسبب أنه هذا الشخص عندما عدم استدعاء للمنتخب الوطني بلتهاب الأخير طالب تايواني قاعد يم قلت أتمنى تبقى بنفس الإيقاع وبنفس المستوى لا ممكن أنه بدعوة واحدة لم تستعد المنتخب وصعد أخبار صحيح هو ومحمد قاسم يعني كنت هنا قلت أتمنى تبقون حافظة على التدريب وحافظة على مستواكم لازم يجي يوم من الأيام العين عليكم فبالتالي اليوم هو بصراحة غريب جدا أحمد فرحان ملاعب منتخب أستاذ أحمد علي أحمد فرحان تم استدعاء للمرة الأولية بالمنتخب الوطني وكمله وكل إجراءاته وكذا بطولة كاس العرب من كان مدرب بيتروفيش مزين قدم أداء ممتاز رغم النتائج كانت مزينة لكن هو كان من اللاعبين الملفتين بالمهارة والتزيد وكذا بعدها كل الفترة كواماك موجود مبعد مبعد يعني من إجه المدرب كاساس لحد الآن هو ما متواجد كانوا ياهم بالإعداد ما البطوط الخليجي وأبعد براها أنه كل المعسكرات الموجودة أبعد بس رغم هذا أنه شوفه بمباريات الدوري كان هو رابحة بالشرطة بأهدافه ومباريات وغيره ونفس الحال الآن هو هذا اللي أقول لك الآن أنت هسه صار نشقد أحمد قلت لك من كاس العرب كاس العرب لحد هذه الفترة شفت لك منشور في اليوم من كل هذه المواقع تكلمت وقالت ليش أحمد فرحان من سحب أقول لا بعض المواقع طالبت أنا دهت جاء المواقع أين نتكلمه والله هاي بس السلحان هالأيام هاي المباريات كل هدا تتكلم وكذا آه أحمد فرحان ممكن يكون بديل لفلام لشو اللعب هذاك اللي تقوله أنت تحدد من هو الأساس ومن هو البديل هي هاي المشكلة هنا والله العظيم هي هاي اللي يثيرك بالمناسبة هيك حسب يعني ما أتصور حتى كتنش كان معجب بأحمد فرحان من أول بداية مو؟ تعرف بالألفين وتساطعش ألفين وتساطعش بلعبة مباراة الميناء كان هو بالميناء قبل ما ينتقل للنفط الجنوب زين أول بدايته بالميناء رقم ثمانية ولاعب شاب صغير أشعر عليه وقالهم كاملوا قالوا ما عارفينه إجراءات إدارية ما مكتملة أوراق أو كذا هذي من ذاك الوقت فهو لعب مميز وراح النفط الجنوب لعب موسمين ثلاثة والآن انتقل للهان زين طوني هدف السد الثاني يا أخوان ضروري يعلق عليها الدكتور شوف كابتن قبل ما يبسل شوف أقول لقطة تضرب الجزاء لنادي الشرطة أحمد فرحان إجا هو الذي نفت أحمد صلاح قال لا أسو شوف كيفية التعامل أنه يعرف أنه أسو رستم بحاجة إلى هدف بحاجة إلى حضور فبالتالي هاي قيمة المدرب بالتعامل مع أولاده هذا الهدف هذا الهدف تعرف أنت يعني هي هي دقيقة ثمانين وهي أنا كنت خايف من عند دقيقة هاي الخمس دقائق اللي من ثمانين إلى خمسة وثمانين قلت إذا سجلوا هدف ممكن أن يرجعون بس يعني هذا الهدف ما أثر على نفسية الفريق ما أثر على طبع لكن هو الفريق يا سبحان الله اليوم هو الفريق متوفق يعني يعني هو ذكاء مهاجم بقواقف هذا صار بكأس العالم هو خطأ من الحارس نعم نعم يعني أحمد هو قدم مستويات ممتازة على البطولة الآن يعني حتى في هذه المباراة لكن هو خطأ قدم مباراة يعني كلين شيك يعني خطأ اليوم من يمه الحمد لله قلت لك ما ما أحتاجي أنا أنه ما أثر علينا باعتبارك أماختي لا تنسى هو لما أحنا أخذنا الهدف الرابع وتقدمنا أنت تدري المدرب أخرج أحمد فرحان وأخرج أمير صباح وأخرج العديد من اللاعبين سوى أكثر من ثلاث تبديلات أربعة باعتبار أنه باقي حافظ على منطقة الوسط حافظ على منطقة الوسط خلي تقريبا خليت لسة لاعبين ست لاعبين عبد الرزاق ست لاعبين حتى خلي الكرة تنتقل حتى رسالتين حتى ننتقل لمحاور أخرى أكيد رسالتي للكارتين أحبت رقم غريب والله ما أعرف بس يقول سلام عليكم أستاذ علي تحياتي لك ولضيوفك المحترمين الشرطة قدم أداء مميز وأحمد فرحان ومجموعته يستحقون التواجد بالمنتخب لكن إحنا مننطالب باللاعب المحترف كونه جاهز أكثر من اللاعب المحلي وليس إحنا ضد اللاعب المحلي هذه الرسالة الأولى ممتاز مية تلبي هذا رأيه محترف الرسالة الثانية يعني هسا اللاعب المحلي على هذا المستوي مجاهز يعني مجاهز ما أعرف لكم الأسئلة مو الأسئلة لا 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 وحنا نحدد لا لا يعني هسا أحمد فرحان مجاهز ذهنيا وبودنيا هو على هذه المستويات الدي قدمك يعني أنت تقولي مثلا هو اللي يقصد بالمحترف مثلا أوكي قضي العرب المحترف هسا هو همه حتى أحمد هسا الآن داي لعب نادي الشرطة محترف هو أكيد محترف داي لعب الآن في بطولة عربية انتصار القيثارة سؤالي ما الذي قدمه اتحاد عدنان درجال من دعم لنادي الشرطة خلال مشاركة في البطولة العربية جاو سؤال لكم سؤال لكم لا لا أنا بسبب لي وشت نظر هاي بطولة اندي عربية يعني صح ممجود يكون الدعم دعم لوجستي لكن هو نادي الشرطة هو يعني هم وهم دعمهم منهم وبيهم هو اللي صار يعني دكتور ريال أستاذ علي تدري هم الاتحاد قربوا مباراتهم مثلا الأخيرة للتتويج حتى يفسحون مجال أربع تيار يسافر انت تقرف هو اجت البطولة يعني مباشرة عقب نهاية الدوري يعني ماكو حتى فترة أعداد أو غيرها كثير كان متخوف على نادي الشرطة انه نهاية موسم صعب الفريق مجهد بدنيا ومتعب ويدخل رأسا الى بطولة بهذا المستوى صحي الكثير تحياتنا للكابتن إبراهيم سالم يقول سلام عليكم جميعا تحيي لضيوفك الكرام أعتقد الهدف على أحمد باسل سوف يستفيد منه للمستقبل وقدم بطولة ممتازة ألف مبروك للشرطة فأخرنا تحياتنا للكابتن إبراهيم سالم تحياتنا لأبراهيم ومدر حارس مرمال بورتغال بكأس العالم ونفس الخطر يحصل تحددها لكن لكن الامارات الثقة الزايدة هم تؤدي باللاعب الى بعض الأحيان الى وقد عدنا صورة تأسرستم إذا أمكانت تطونيها بالشاشة يا شباب عجبتك اللقطة عجبتني لرد الدين لا قدم صورة لا لا صورة ما رد الدين يعني يعرف تكتيكية ناجحة جدا الحسن الهيدوس قدم مباراة فرد الدين يعني حلوة من حلوة كانت لا لا حلوة حلوة يعني حتى يعني حتى وحدة بوحدة هو بشكل عام أسو بهذه البطولة جيد لا هو لا لا أنا كفنيا أول ثلاث مباريات كان مو دون مكان المهاجم الأبرز ولا كان الأفضل حتى أضاع كثير من الفراز المشترك في مباراة وحدة أساسية اي كان يلعب بديل لكن هو وضع لهذا كان محتاج إلى هدف وسجل الهدف بس هو بطريقة المهاجم الواحد يراد من يعني بإمكانيات ليش لأن أسو من الإمكانيات اللي يجري كثير ويدافع على يعني الأربع مدافعين فيما بينهم مؤثر جدا يعني حتى بالمباراة السابقة نعم ما سجل ما حصل على فرص لكن اليوم شفت أنت بالشوت الثاني يعني كان ورقة تكتيكية ناجحة بيد الكابتل وحتاج الهدف أعادت الثقة إليه وسجل الهدف زين سلام عليكم تحياتي لضيوفك الكرام أبو طيبة الغالي ودكتور رياض وشخصك الكريم فوز الشرطة فوز الكرة العراقية أخوكم أبو فرح الساعدي تحياتنا للمحمد وضاح أيضا نقول السلام عليكم أستاذ علي تحية طيبة للضيوف الكرام وتحية خاصة لأستاذ محمد خلف صاحب المبدأ إعلامي كبير وكلامه دائما صحيح ومهني رغم هجبة صغار الفيسبوك عليه أماكم مؤيدين شون يقول ها للمعارض لا لا بالعكس أقول لك بس أنت ماكو نسبة تناسب يعني أقول أقول هاي اسماء حقيقية موثقة أنت تحتي على صفحة وهمية تعلق لا لا أنا أقول لك بالعكس بالمناسبة صفحات وهمية اللي تعلق لو رسمية لا بالدليل هسا أنت تيجي مثلا عشر بيجات تنشر مثلا هذا حتى كانت أمور مفاركة تيجي كوب وبيست نفس التصريح يأخذوا نفس الأسماء ونفس الأسماء يعني ناس هذا ما عنده شغل وعمل يعني بس مرتبط بهذا العشرين بيج بس يعلق عليه كابتن محمد مو بس بيجات أكو شخصيات رياضية ناس رياضيين على مستوى معروفين هموا ركبوا الموجة موذولة ناس بدوا يخافون يأخذوا قاموا يرهبونهم نحن ما نقول ركبوا الموجة لا والله هاي أقول لك هاي المشكلة كابتن محمد هاي المشكلة ما أجامل دايماً يعرفها هو أسوكها بتبني لا هيش ولا هيش مود بالمواسي باي الأمور ثق بالله العظيم أنا في مرة محفل قاعدين كثير من الرياضيين مدربين على أعلامي قلت لهم والله العظيم مدربين ومحللين وأعلاميين بديتوا يرهبونكم ويخافونكم قمتوا تركبون الموجة في سبيل لا حد يشتنكم ولا حسكم حتى الكلام اللي سولفونا بين أتنى ياكم انتو ظهرون ما تتكلمونه يعني الآن انت الآن داي سقط بيك كمدرب وانت ما تدافع عن نفسك قاعد يسقط بلاعبيك وما تدافع عنهم والله ليش خاف يسيبوني بالفيسبوك لا يسيبوني بعد مليون مرة كابتن هاي وشت نظرهم مو بس بالفيسبوك كابتن محمد كابتن محمد كابتن محمد انستجرام بشي يسمونه نذلني كابتن محمد كابتن محمد قراءتهم لموضوع هذا قراءت هو هذا غلط لا انت لديك اللي قراءت انا قراءتي بزاوية انه هو ينظر لزاوية اللاعب المحترف هو الافضل كل من وجهت نظرات هذا انا اقول لك اياها هاي قراءت لي هذا الموضوع خلي نرجع عمارك هو بالموجه انا ما اعرف هذا الموضوع يعني هذا لكم الموجه من بطل هذه المبارات يعني اللي اليوم اليوم دعش لاعب دعش لاعب بطل بس معده واحد بس كرار لا لا اهم كرار محمد بس هو لا يعني كابتن محمد لا بأس هذا النقد ليس نقد هدام وانه نقد بناء من اتكرر الخطأ مرتين او ثلاثة معناته اكون خلل يا اخي لازم اتعالجي لا تتخذ قرار انت مدافع لا تتخذ قرار لمرة واحدة يا امه اقطع الكرية ما سو ضرب الجزاء هذا ممكن لازم اصدر عندك مرونة بالتفكير هو التجربة والخبرة او حتى الستايل هو من رأتك الستايل انت تجيب مثلا ناس استايل على الرحيمة خلاص على الرحيمة على الرحيمة من يروح وشون يوقف وشون يقطع هو ديغلوس عزيز كل واحد واستايله انت جبتها على البطل من هو البطل طبعا لاعبين بكامل هم بطل لكن البطل احمد صلاح لان احنا دايما لان احنا دايما الفريق من يخسر كل العالم اخلس لك مدام ذكرت احمد صلاح صار بناتكم تواصل على الواتساب قبل يومين ثلاثة قال ثلاثة وش حجيته والله صالفت قوة والولد كان يعني بالعكس يقول انه الدعم هذا يحفزني اكثر قلت له بالعكس نجاحك ونجاح لكل مدرب وطني ونجاح لكل مدرب شاب متعلم وانت من الناس الاصاميين اللي بديت يعني تدرج يعني عملت مساعد متأسس مع كل المدربين وايضا يعني متأسس صح سؤالتنا بهوائي امور يعني هو قال لي انت رجل يعني قبل ما تكون ضيبة ضد نظرية التأسس لا 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 قابت الحمد وهي المبدئ التأسس هو تأسس احمد صلاح اقول لك تمساعد مزماج احمد صلاح هو لاعب دولي شخصت لحالة فني اتكلمنا مو نعم يعني بعد تطير رؤى فني ليش بعد تعازل نفسك بالموضوع الفني انا بالعكس لا لا انا اتكلم واني من اتكلم طيب الحالة الفني لكن 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 شنو انا الان يعني متخصص في المكرة القدم بالتحليل هو استاذ هو يعني باختصاص التربية انا رجل يعني اختصاص العلمي اعلام نعم عندي رؤية ممكن اعلى من كثير لكن انا ما اطرح نفسي انا اتكلم بالفنيات كم يدرب بس عدك وجه عد وجه اتكلمت يعني قلت له قلت له شوف احمد انا المنتخب القطري المنتخب القطري في افتتاح بطولة الخليج هو بطل كاس آسي قلت له انا كتنيش من حاله كتنيش واقعي المدرب الواقع الان في اعلم كرة القدم ينجح من نص الكلام قل لي صح قلت له يلعب بادواته ما يقوم ينظر ويفكر بطموحات اعلى من الامكانيات لاعبينه الموجود يلعب على اليوم احنا واي قطر اليوم تمرين وباشر عندنا مباراة ونادي الشرطة لعب مباراة مع البطولة العربية وفريق موريتاني كان فايز ومنطونا اللاعبين كانوا تسعة اساسيين من نادي الشرطة كتنيش قال تمرنا ثلاث غورتشية وعشر لوعيب 11 لاعب فقط كتنيش لعب بالفتتاح بتعرفونه وشفتوه بتبكون لعب بسبعة جدة حمد حمد رضي كان الشرطة ومصطفى ملعبهم وتفوقنا على منتخب قطر ومباراة افتتاح وبطول كاس اسيا 2 بقيت له في كرة القدم المدرب من يكون واثق من عدواته ويلعبه واقعي وكذا قال ان شاء الله قلت له فوسكو نجاح للمدرب الوطني وانا واثق والله قبل 3 يام قلت له واثق ومتفائل ان الفريق رح يمشي ان شاء الله بس ابرز المتفائلين ما يتوقع انفوز اربعة اذا مو اربعة بس حزين واحد مرة بالجزاعات مو اربعة انت ليش اليوم اليوم لو صايرة الكرات اللي ضاع الاخيرة كان ممكن توصل نتيجة كبيرة ويصح لان بالذات بالاخيرة اللي ما الرزاق وما السجاد هذا بالاخير شنو حسابات الشرطة من سيواجه وشنو المطلوب والله سأحشيك على لسان حال شرطوي لو لسان حال فلدي لسان حال شرطة وهس انا في قمتي اي فريق يجيه لذي حلو ايه لسان حال لا لا متعرف ليش يعني حتى كفني كمحل الفني ليش اريد اقولك لان انت مرات البطل يولد من رحم البطولة صحيح فريق الشرطة بده يصعد ستيب باي ستيب ده يعرف شون ده يتعامل ويه البطولة هس كسب من الثقة والشجاعة الكثير هس ايجي فريق النصر او الرجاء ما اعتقد ستكون هناك رهبة تتمنى النصر او الرجاء اه النصر اخفف من الرجاء كقراءة اللي بطولة ايه النصر اقل مستوى فني من الهابة انا الاتحاد اليوم انخرج بالمعت من الشرطة قلت الاتحاد دي يفوز ثلاث مباراة حتى الاعلام مالتهم لكن هو كاداء فني كان سيء مكان جيد كان بس يسجل اهداف وخسر اليوم ما عنده بوجود كريستيانو لا 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 وبدليل شفت المباراة الاخيرة يعني مباراة يعني مجموعة دقيقة دقيقة ترى يعني اربعة سانية اربعة سانية الله سجل الهدف التعادل فالمستوى الفني العام للنصر بعده الاستقطابات ويالادال بعده مم التوالب فانا اتمنى يجي افضل من الرجاع لان بسبب انه فريق النصر بعده ما ما اخذ على جوال ما يحتاج الشرطة فقط الشجاعة اللعب بها اليوم موجودة الادوات موجودة اللاعبين المحترفين اذا امتلك الشجاعة نفس الشجاعة اللعب مع السد اليوم سيذهب بعدا ببطولة احتمال للمباراة النهائية وهذا احتمال كبير قادرين نوصل للنهائي ان شاء الله يعني يعني اليوم مباراة القادمة يعني باتره يتبين بين النصر والرجاع انا بصراحة انت شوفك مستوى فني مثل ما قال دكتورياط الرجاع يعني النصر مو ذاك المستوى الفني العالي لكن انا اتمنى انه يجينا الرجاع مو النصر ليش لان النصر اولا فريق سعودي بعد خروج الاتحاد يبقى الهلال هم يريدون يعني دعم جماهي راح يكون قوي وجود كريستيانو يعني تدري انت فسحنا عنصر التحفيز عندنا من تلعبود كريستيانو افضل ما تلعبوه معاك معاك هاي الرمزية وهذا بعد يسيف اللاعبين وهذا زخم الجماهيري او غيره كذا فاي فريقاني عندي ثقة انه بفريق نادي الشرطة بهاي الواقعي اللي يلعب بيها قادر ان يفوت لكن اتمنى انه يأتي الفريق المغربي عدنا قدرة ان نجتازه ونوصل لنا اكثر تحسب ايضا تواجه السعد ناطق ومؤازرته لفريق الشرطة حتى ما اننساها شفتك هذا الامر ممتاز بالعكس هاي رسالة دعم لللاعبين انه انه انا معاكم في احنا كالظروف تعرف التاي من يروح به كي بطولة هو بابها ترى ايه هو هو مستويات قوية جدا تحتاج الى التليفون تحتاج الى الصورة تحتاج الى لأي شي لان حتى هاي دعم الكابتن احمد صلاح حتى لو برسالة بالواتساب هتززة الرسالة قل له مبروك كابتن يحتاج بالعكس هذا امر كلش محافز كل لاعبين زين اريد اخذ منكم تصريح بتصريح على القوة الجوية حتى استقبل ضيف اخر وانتقل لمحور ثاني القوة الجوية مبارك للقوة الجوية انا اعتقد انه نهاية هذا الموسم هي تعويض يعني حتى لا يخرج يعني بشكل فارغ من هذا الدوري يعني خسارته للدوري في المسافات المقارية عوضها اليوم ببطولة الكاس وهي بطولة مهمة ايضا فريق الجو فريق عريق وتاريخي ايضا لا ننسى ان نبارك ايضا لنادي اربيل يعني مسألة وصوله الى المباراة النهائية مع الكابتن عباس عبيد قدموا اليوم مستوى جيد بالذات في الشوط الثاني حضور جماهيرهم كان حضور جيد رغم ما حدث يعني بامور بسيطة الحمد لله يعني شفنا بالاخير يعني تصريحاتهم وكل الجمهور بارك للقوة الجوية فتمنياتنا القوة الجوية ان يكون حافز لهم كان الاعداد بشكل مثالي اعتقد هم معتهم بطولة اسوية رح يشركون باسم العراق بالبطولة الاساوية اعتقد ينبغى عليهم ان يعدون ايضا فريق لجاحات الشرطة اتمنى تعطي حافز لكل الفرق اللي رح يشارك بالتحاد الاساوي ادنى الكهرباء والزوراء اعتقد رح يشاركون بطولة الاتحاد الاساوي فريقين والقوة الجوية على بطولة الاندية الاساوية اتمنى هذا القوة اللي ظهر بها هذه الشرطة يأتي حافز كبير عندنا العودة من جديد على الساحة العربية والأسيوية الجوية بطلا لك أسل العراق هارد لك لفريق الأربيل مبروك لفريق القوة الجوية القوة الجوية يعني كانت صح ومتأخرة جودة اللاعبين في آخر مباريات المفروض كان قبلها بعشر مباريات لكان رقم صعب مع فريق الشرطة لكن الحضور الذهني والاستمتاع اللي لعب به كرار نبيل ومحمد قاسم وشريف وحسين جبار وصحوة مهند كان هاي المفروض أن تكون في المرحلة الثانية لو كان في يومهم لكان هم قاب قوسين أو أدنى حتى كان لنفسهم فريق الشرطة على الصدارة أو كان قد أخذوا سواء الصفر للهيجة خطرة بالنهاية نعم لأن فريق أربيل فريق محترم جدا لا ممكن أن يستهان به لكن الأفضلية هي الواقع الواقع كان ونفريق قوات جوية أضر ما تفسيرك للقطة بايش مع علي محسن المشادة اللي صارت المشادة الكلامية يعني يبدو أنه إبراهيم بايش مرات الإشارة الكابتن أو التوجيه اللي دي لوجهه وكأنه ما متسلط على اللاعبين وهذا غلط إبراهيم بايش دائماً مستعجل إبراهيم بايش دائماً مع الحكام قد تشوفه مع لاعبينه إبراهيم بايش آني بوجهة نظري ما يستحقائل في القوات جوية آه نعم المواصفات اللي يمتلكها المواصفات لا 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 المواصفات الشخصية كشخصية الكارزمة كلاعب ممتاز جداً فنياً لكن تعامله مع اللاعبين ومع الجمهور ومع الحكام إبراهيم بايش يؤثر على التيم على الفريق كامل فما تنصح يكون كابتن بالقوة جوية كلاعب ممتاز جداً ما أختلف عليه أبداً لكن كقائد مثل من كان القائد يجب أن يكون مدرب داخل الملعب طيب إحنا راح نمدد وقت الحلقة للحديث عن القوة الجوية وحصولها على لقب الكيس راح نستقبل رئيس نادي القوة الجوية لا يسعني إلا الأشكر في حلقة هذا اليوم كل من الأستاذ محمد خلف والدكتور رياض مصر شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً بعد الفاصل ومبروك للقوة الجوية قبل رئيس نادي القوة الجوية مبارك القوة تحلق مبكراً في أجواء هذا اللقاء وفي أجواء العاصمة مغتاد لتعلن عن أول الأهداف شكراً جزيلاً منتظر عبد الأمير يحاول يمر منتظر 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 ثالث 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 القوة الجوية شريف عبد الكاظم ومرت على الشريف هدف ثالث لفريق القوة الجوية خلاص حياكم الله من جديد نستقبل ضيفنا للحديث عن محور القوة الجوية الأستاذ محمد صعوب الله رئيس نادي القوة الجوية حياكم الله ومبارك لكم هذا اللقب أهلاً وسهلاً أستاذ علي شكراً جزيلاً شكراً شكراً آخر لقب كاس احتفلنا بيبكورة قبل سنتين قبل سنتين صحيح فأنتو الكاس صديقكم الظاهر الحمد لله الحمد لله يعني اليوم كانت نتيجة ممتازة حققها فريقنا يعني بعض تعرف بعض ما يعلق بالدوري ومبروك للشرطة مبروك لأداءهم اليوم النتيجة اللي حققوها بس الحمد لله يعني يعني توجنا جهد لاعبين وجهد الكادر التدريبي بالفوز هذا اليوم شنو مشاعرك والله لا توصف لا توصف الحمد لله الحمد لله تعبكم ما رحبا لاش في هذه البقولة أكيد يعني بغنى جهد يعني الكادر التدريبي والإدارة في تهيئة يعني كل متطلبات الفريق يعني في مباريات أثناء الدوري وأثناء بطولة الكيس لا سيما يعني أستاذ علي أنت تعرف مباريات الكيس يعني خلن نقول أقصينا فرق جماهيرية الشرطة الزوراء والطلبة وبطل الكيس للعام الماضي الكرخ يعني فالحمد لله يعني جهدنا التوج اليوم بحصولنا على بطولة الكيس كان عندك من بداية بطولة الكيس توقع أنه الكيس للقوة الجوية هو طبعا كان طموحنا طموح طموحنا يعني طبعا هو هدف خططنا له يعني بالتنسيق مع الكادر التدريبي والفريق أنه يعني كان طموحنا الدوري والكيس بس يعني الله سبحانه وتعالى ما كتبنا لتحقيق اللقب بالدوري بس الكيس كان عندنا طموح وهدف يعني مهم والحمد لله تحقق هذا الهدف انتظرت تشوف التتويج كاملا مو موجود بالتتتويج لا الحمد لله كنت موجودة يعني يعني سيد رئيس الاتحاد وسيد وزير الشباب وسيد قادر قوة الجوية حضر نعم يعني أكملنا التتويج يعني اللي صار بعد المباراة وكملت واجهت قبل ما احنا بصراحة ما شفت التتويج لاندخلنا حلقة وتحدثنا عن الشرطة بس رتسيلك عن التنظيم عن الأجواء شلون كانت والله بالبداية يعني طبعا نشكر سيد رئيس الاتحاد والاتحاد على التنظيم الرائع يعني لحفل ختام الكأس يعني كان ما صارت هوسب الملعب لا لا ما صار شيء الحمد لله يعني يعني كان منظم جدا يعني وتوزعت الجوائز على الفريقين يعني الفائز ونادي أربيل وحتى الجمهور كان وضحهم جيد جدا اليوم جمهور الفريقين يعني الحمد لله شكل الكأس حلو والله تصميم رائع جدا رائع يعني يعني تصميم جديد يعني كلش رائع وهذا أول أول نسخة لكم هذا الكأس شكل القديم نعم تصميم أحمد البحراني تحياتنا قديم مو هذا لا لا هذا نسخة جديدة نسخة جديدة من تصميم أحمد البحراني تحياتنا إلى تحياتنا للسيد أحمد البحراني أحرجكم أربيل اليوم هي طبعا أستاذ علي تعرف مباراة يعني أكيد بيها يعني بيها شد يعني صحيح بيها شد لأنه ما تتحمل التعادل أو ما ت يعني لازم تنحس من المباراة بس إحنا الله وفقنا سبحانه وتعالى وسجلنا بالشواطة الأول خلانا نلعب شوي بأرياحية أكثر بالشواطة الثانية والحمد لله مشت الأمور يعني مثل ما ردنا تحسب أيضا حتى نكون منصفين للحضور الجماهير للقوة الجوية أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية اليوم مع جمهور الكرخ تقريبا امتلأ الملعب نعم مع جمهور أربيل عفوا هو سبب الفوز الرئيسي هذا اليوم هو الجمهور الحضور الكبير والحضور المنظب لجمهور القوة الجوية وأني من منبركم الكريم أشكر جماهير القوة الجوية الأعزاء يعني على هذا الحضور الكبير والحضور المنظم والدعم اللامحدود للفريق فأكيد دعم الجمهور اليوم وحضورهم كان عامل مساعد في تحقيق الفوز زين الآن خلص موسم الجوية تهى الموسم هذه آخر مباراة تهى الآن المفروض نكشف كل الأوراق نعم زين كلهم 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 بعد ماكو شي أثر على الفريق لا لا ماكو مستقبل مؤمن سليمان مع القوة الجوية نحن يعني حقيقة نستاذ علي هذا الموضوع لحد الآن مباحثي يعني مؤمن كابتن مؤمن تحياتنا إلى مدرب رائع جدا يعني وحققنا هذا اللقب المهم زين نحن الحقيقة ما ممناقشين بس أنا أريد منك حصريات يعني دارين ودارك على قولت لا لا يعني حقيقة الممناقشين لقناعة نمو من سليمان يستمر مع القوة الجوية الموسم اللي أخله يغادر يعني نحن لحد الآن ممناقشين هذا الموضوع كابتن مؤمن يعني حاليا باقي بس ممناقشين تبديل المدرب لأنشان جل اهتمامنا بهذه المباراة يعني وإحنا تعرف هاي لأيام الفاتت كنا ملتهين بالاستقطابات والتهية لهذا النهائي كابتن شاكر محمود أعلم بكل صراحة قال مؤمن سليمان سيغادر القوة الجوية بعد هذه المباراة يعني جوز بعد الساعة تطلع الاستقالة أصرع بقى تابعاني هو ما أعرفاني يعني تسمع التصريحة سمع التصريح كابتن شاكر بس هذا يعني إحنا مو أقول لك نعتمد على هذه التصريحة المفروض يعني كابتن مؤمن يعني هو اللي يعلن هذا الموضوع كابتن مؤمن يعني قلت لك حققنا اللقب المهم فإحنا يعني لحد الآن ما بلغكم لا لا ما بلغكم أنه خلاص أنا اللي هنا ابتهى مكان لا لحد الآن ما بلغني خاصة أنه أنتم حاضرين البديل سال الاسم عندي كادر جديد يعني ما يشاع عن أسماء مدربين مرة قالوا كابتن غني مرة كابتن سمير مرة آخرين يعني لحد الآن حقيقةنا ما مقررين على أي اسم يعني يعني موضوع كابتن يعني لحد الآن أي يعني لحد الآن كابتن مؤمن ما ما وضحنا أو ما قال آني أريد أغادر الفريق يعني لحد الآن ما حccل وش点일 العقدة بينكم ومؤمن سليمان لنهاية هذا الموسم غير نعم والموسم القادم سنتين موقع أي يعني المرحلة الثانية من هذا الموسم والموسم القادم هاي في حال حصوله على الدوري والكأس يصير سنة ثانية هو يعني متفقينه إذا كان الدوري والكأس كلاهما معه كلاهما نعم هو لحد الآن ما أقللنا الرجال أنتم كرغبة إدارة لا لا إذا يريد يبقى احنا ما أعدنا معنا والله لعد واثقين أنهم يريد يبقى لا لا بالعكس هو لحد الآن أستاذ علي ما أقللنا ولا أوضحنا شيء بهذا الخصوص مورس الضغوط على الجهاز الفني أو على مؤمن سليمان أنتوا أيضا كإدارة عشتوا بضغوط ضغوط جماهيرية فقدان اللقب وحصول الشرطة على الدوري فبالنتيجة الضغوط اللي صار على الإدارة أيضا صار على الجهاز الفني مو؟ حشيتوا يا أنت بهذا الموضوع؟ أنا ما حشيتوا بهذا الموضوع هو أكيد صار الضغوط على الإدارة وعلى الكادر التدريبي بعضها علاقة بالدوري أكيد بس الحمد لله استمرت الأمور وكننا نخطط لبطولة الكائس نحقق اللقب بها ومشت الأمور الحمد لله الآن الأهم من الكائس المشاركة الآسيوية صح؟ نعم لأنه أنت رح تكون حالك حال الشرطة اليوم ومثلا للوطن وراك قاعدة جوهيرية كبيرة يعني اليوم المباراة الرائعة اللي يقدمهم المستوى الرائع يعني اللي بيشرف الكرة العراقية الحمد لله يعني والنتيجة الممتازة اللي حقق نادي الشرطة ثحياتنا إلى الأخوان في نادي الشرطة عجبك مستواهم بالبطولة العربية بشكل عام؟ يعني مستواهم رائع جدا يعني خلال الثلاث مباريات اللي خاضوها الفوز والتعاد والفوز الثاني جوه زين فكفريق عراقي الجوية سيخوض هذه التجربة في آسيا نعم تحضيراتكم خططكم شنو لهذه البطولة؟ البقاء على العناصر؟ استقطاب لاعبين جدد؟ هو احنا حاليا يعني استاذ علي يعني صارنا من فترة يعني تعرف وهذه التنافس على اللاعبين يعني خلي نقول اللي يستحقون تمثيل الأندية الجماهيرية تنافس بين الأندية يعني لحد الآن استقببنا عدد من اللاعبين قسمة علناهم يعني لاعبي الكعرباء يمكن سمعتوا بيها علي جاسم والآخرين يعني وعدنا يعني خلال هاليومين ثلاثة أهم أكو أسماء أي أكو أسماء أما يعني عدنا محترف يعني غاني ده زيانا للعقد احتمال يواصلنا يعني الإجابة ما لتخلال هاليومين قضية محترفيكم اللي الآن موجودين بالفوز من وبيهم باقي ومن وبيهم سيغادر؟ احنا يعني تعرف الأول واحد غادر ويلسن يعني كان المدافع هذا غادر بعد نهاية الدوري والمحترفين الثلاثة البقية يعني اللي يعني قررنا يبقى هو غيث معروفي غيث سيستمر مع القوة الجوية يستمر مع القوة الجوية زائدا اللاعب الوسط أعتقد موقالو يعني راح يستمر موقالو سيستمر مع القوة الجوية نعم عد ذلك سيغادرون بقية المحترفين نعم راح تجيبون غاني نعم وأكو أسماء بعد مطروحة محترفين نعم وهذا الخيار الفني لللجنة الفنية اللي موجودة بالنادي زين لجنة الفنية نعم أيمن حسين وهذه النقطة يجب أن نكون صريحين مع جمهورنا أولا جلستويا صار أكو حديث بين إدارة القوة الجوية وأيمن حسين للعودة لهذا الفريق أكو موافقة مبدئية الكابتين أيمن حسين إن شاء الله يعني نتمنى أحنا كإدارة وجمهورنا هذا القوة الجوية نتمنى أنه يمثل فريق للموسم القادم بلحاظ أنه يعني توفق مع القوة الجوية طبعا طبعا وحقق لقب هداف الدوري قبل موسمين كابتين أيمن هدافنا يعني هدافنا بالموسم قبل الماضي اللي حقق به لقب الهداف ولا عب رائع يعني كابتين أيمن فنتمنى يعني أنه يمثلنا بالموسم القادم الجلسة صارت ببيت حمادي حسب معلوماتي يعني بالتنسيق مع كابتين حمادي صح ايه فهو حمادي يأثر على أي موسم نعم ايه زميلة بالفريق شو وقت يتم الإعلان الرسمي إن شاء الله قريبا إن شاء الله مهي القريبا كلمة عائمة تقبل باطر وتقبل بعث يعني مو قلت لك لما يصير شيء لفت على نوع فتشيء على المبلغ على المدة على تفاصيل لو كل شيء تمام لا نحن على المبلغ ما مختلفين ما مختلفين يا كابتين أيمن لا 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 ما عدنا اختلاف لا عدت شونه منتظر هو عرض خارجي يعني منتظر الإجابة الأخيرة من عنده يعني هو قال أنا بنلغكم خلال هاليوم إذن بنسبة كبيرة أفهم من كلامك نعم أيمن حسين سيوقع للقوة الجوية إن شاء الله إن شاء الله زي أم جد عطوان أيضا لاعب منتخب وطني عائد من احتراف بالدور القطري وصارت بناتكم جلسة حسنا أعرف شون سبب الاختلاف وما تمت الصفقة بس أنا أريد أسمع منك على سير المفاوضات هو صار يعني مخواتحان الحقيقي ما كنت موجود يعني نعم بس عندك المعلومة نعم كابتن هيسم وكابتن حمادي قعدوا بس اتفاق نهائي ما صار لحد الآن ما صار يعني اتفاق بالتعاقد مع كابتن أم جد عطوان لأن الرقم اللي طلبه أم جد عالي هو عالي له كلش عالي كلش عالي كلش عالي عادي أقوله آني وإذا خطأ أقول لي خطأ هل فعلا أم جد عطوان طلب من إدارة القوة الجوية مبلغ وقدره 750 مليون يعني هو مبلغ عالي يعني بالضبط الرقم يعني ما متأكد منه بس مبلغ عالي قريب من اللي قلت آني تقريبا قريب طبيعي أنه نادي يدفع للاعب مبلغ بهذا الحجم بهذا الرقم مبلغ كبير يعني كبير يعني هو يستحق كابتن أم جد يعني بس احنا تعرف عندنا تحديدات يعني مو الأرقام مفتوحة يعني قدامنا يعني عدنا يعني سقف للعقود يعني هو يستحق كابتن أم جد بالمناسبة هي قضية أرزاقهم الله يوفقهم نعم قضية العقود تسبب مشاكل للإدارة أكيد 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 لأن تعال أنت ليش الطاية لفلان كذا مبلغ ليش أهموا صرعتكم هذه المسألة وهذا الصر بكل الأندية طبعا نحن تعرف يعني أستاذ علي يعني لاعبين لاعبي الفريق يعني أغلب العقود مالتهم أجلناها لما بعد هذه المباراة حتى يعني لن نشوش عليهم حتى نخليهم وضع مستقر يعني بس الشي اللي أقوله يعني أغلب لاعبين اللي يمثلونا بهذا الموسم رح يبقونوا يا أنا إن شاء الله الأغلب لو الكل يعني مو الكل يعني بس أغلبهم يعني عدي عدي خبر حصري وإذا خطأ أيضا قولي اللاعب حمزة عدنان خارج أسوار القوة الجوة بعد لحد الآن مصاير قرار لا لا مصاير قرار بعد أصلا ما قاعدين يا أحنا ما متفقين أصلا أحطيك حتى النادي اللي يوقعوا يا بعد حمزة عدنان بشكل رسمي يوقع على كشوفات نادي الزوراء أنا حقيقة مسامع بهذا الموضوع من مصدر مقرب جدا من إدارة الزوراء وصلتني الآن الرسالة حمزة عدنان يوقع رسميا لنادي الزوراء لا موقع وينادي الزوراء بالتوفيق يعني إلى يعني كابتن حمزة لاعب جيد هو بشكل عام عقدة من تهي يا أخي عقدة موسم نعم فمن حقه يوقع للزوراء أو لأي نادي آخر نعم نعم زين المعلومة اللي عدي أيضا هسا ما الحمزة خلصنا منها كرار نبيل وقع مع نادي الطلب نعم شنون قصة لوئي العاني يمكن راح تتكرر أنا ما متأكد منها بس سمعت موقع سمعتم قلتوا له حل موضوعك نعم يعني إذا كان موقع ويطلب ويريد يبقى يمنا لازم يحل الموضوع أو يطلب مو أنتوا تحلوا ما لكم لا لا هو هو يحل الموضوع إذا موقع احنا ممتك دين مننا مقع أم موقع ما حكسي أليه هيفا نخاضوا أي منكي جزء لا قلنا له يعني حتى إذا موقع هذا الموضوع تحله يا الله تيجينا كرار لاعبنا ولاعب ممتاز يعني تعرف عنصر مهم بالفريق تعرف أستاذ محمد الأندية قبل لا يخلص الدوري بشهرين ثلاثة تتفاوض مع لاعبيها الركاز الأساسي اللي يريدوهم ويجددونهم صح ليش أنتوا عايفين القضية لغاية هذه اللحظة نحن تعرف هو يعني أستاذ علي الدوري تأخر بطول تلك صارت توقفات يعني فحقيقة كان هذا الموضوع ضاغط علينا يعني تعرف تهيئة المبارات المتبقية من الدوري والكيس يعني أجلنا موضوع التعاقدات خلي نقول الأيام الأخيرة خلي نطمن جمهور الجوية باللي باقين 100% يعني هساني معلوماتي محمد قاسم جدد معلوم باقي شريف عبد الكاظم باقي باقي مع القوة هاي الأسماء اللي جان ننطيها بنسبة 100% غير قابلة للنقاش 100% زين محمد حميد باقي باقي معلومات محمد علي عبود باقي إن شاء الله هاي بيها إن شاء الله إن شاء الله لا باقي 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 بنسبة 100% ايه إن شاء الله جيد بعد منه مهند عبد الرحيم مهند باقي حتى لو جاء أيمن اي لا لا باقي 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 مهند عبد الرحيم تعرف أنا عندنا يعني في مركز الهجوم يعني بس مهند ايه يحتاج زين مهند عبد الرحيم باقي منه عندنا بعد بس حتى تذكره حمود باقي حمود مشعان باقي باقي محمد باقر محمد باقر باقي باقي بعد منه ذكروني رسلان رسلان باقي جددنا وياه بعد أحمد شاكر الحارس الاحتياط باقي باقي حسين جبار حسين جبار يعني خلاص عقده يعني إيه بس حسين جبار إذا تسألني أنا شخصيا كرأيس نادي خسارة ذا يطلع من الجوية لأنه لاعب مهم جدا بالفريق حلو بس تعرف مثل ما قلت أنت يعني جنابك أرزاق يعني إذا منتظر هو عقد إذا إجاب عقد هو عنده عرض من السعودية عرض من السعودية وأعتقد عرض من إيران هو الناس تنتظر يعني احتراف فرصة احترافي من حقا بس كابتن حسين جبار أنا شخصيا عندي لاعب مهم جدا وعند كله الجمهور والإدارة لاعب مهم جدا حسين جبار فهد ذهاب إلى إيران بشكل رسمي بشكل رسمي نعم شنو قصة لاعبين وشكل مرة حول إيران يعني لاعبيكم ولاعبين الزوراء ولعبين للطلبة كلها راحت للإيران عقود تجيهم يعني يعني توافقهم يشوف طريق اللعب زين أريد أسئلك عن دور المحترفين وتحضيراتكم أستاذ شنو المحاضرين لهذا الدوري بلغكم الاتحاد بشيء معين هذه شروط الدوري وفروها لو لحد الآن ماكو شيء هو ذي شمرة راحنا جلسنا بعد التوقيع العقد مع يعني رابطة المحترفين نعم واني تحدثت مع الكابتن عدنان درشال هي يوم ثمانية ثمانية راح تصير جلسة لرؤساء الأندية وعبر دائرة تلفزيونية ويريعي سر رابطة تي باس أي تي باس وراح يصير توضيح أكثر للمتطلبات من الأندية في المطلوب يعني تهيئتها للأندية حتى يشتركون بدور المحترفين فإجتماع راح يصير يوم ثمانية ثمانية إن شاء الله تنتظرون يوم ثمانية ثمانية تحفون المتطلبات جميعا يامل عبر راح يختار القوة جوة الموسم الجديد في ظل أن الملاعب حسب ما أعلنت وزارة الشباب راح تدخل فيه صيانة وأرضية وكذا وموسم أنت يا ملعب راح تختاروا الموسم إحنا جنابك تعرف يعني بالبطولة آسيوية اختارينا ملعب أربيل أربيل فرانسوا حريري نعم بس إحنا الملاعب الأقرب وإننا بالاشتراك تعرف إذا صار ملعب الشعب أو شي اسمي يعني كربلة ملائم جدا إذا ماكو أي ملعب في بغداد إذا ماكو أي ملعب في بغداد فالقوة الجوية سيختار ملعب كربلة ملعب كربلة ملعب جيد يعني مقبول زين ليش اختار القوة الجوية أربيل في آسيا ليش مو البصرة ليش مو كربلة ليش مو بغداد اللي مرفوع عنها الحضر حسب ما يقول رئيس الاتحاد هي بغداد مرفوع عنها الحضر بلغوكم مسموح تختاروا الملعب في بغداد والله ما متأكد من هذا الموضوع بس إحنا يعني لو مسموح كان أكيد الجو يختار طبعا أكيد أكيد إحنا بالمشاركة الآسيوية قبل فترة يعني تذكر جنابك أستاذ علي تذكر من العبنوية لاتحاد السعودي يعني قبل عشر دقائق من الباراة صارت إنها مشكلة بس الحمد لله تلافيناها هاي في البصرة في البصرة بسبب الرعاية وكان أكون الأخ المستثمر ويوزارتي الشباب مع الشباب يعني سوان مشكلة يعني رادة تصير مشكلة لو ما أتلافيناها لا كادت أن تلغى المباراة بالضبط كادت أن تلغى المباراة صارتها أزمع قوة الجوية بهذ البقود يعني هو نفس المستثمر يعني ملعب البصرة وملعب كربلة عدة يعني عقد مع وزارة الشباب لهذا اختارينا ملعب أربيل يعني زين ما انطرحت او ان عرضت عليكم بغداد يابا من حقكم تختارون بغداد والله ما انطرحت علينا يعني فافهم من هذا الكلام انه بغداد بعده ما مرفوع عنها الحضر انا ما متأكد منه استاذ علي هذا الموضوع واذا تنطر علينا ملاعب بغداد اكيد نختار ملاعب بغداد هذا الطبيعي طبعا فريق هو في بغداد وجمهوره في بغداد نعم بالضبط فمني شارك في بطولة اسوية وين قوتنا بالضبط قوتنا في بغداد احنا جمهورنا التمركز الاكبر ماله بغداد انا استغرب من تصريحات الاتحاد انه يقول بغداد مرفوع عنها الحضر وهذا خير دليل القوة الجوية في بغداد يختار ملعب اربيل فارجو ان تبرزوننا كتاب رسمي انه بغداد مرفوع عنها الحضر حتى نتحدث بحاد صدر نعم غير هذا المنطق السادة محمد نعم بالضبط صحيح الملعب ملعب القوة الجوية وصلت لاتفاق مع امانة بغداد رحت لخطة بديلة شنو الجديد هو احنا العقد الليوي المستثمر بارض شارع فلسطين تقريبا يعني الموافقات يعني تسعين بالمية منها كمدت يعني وارض الحبيبية ان شاء الله بس ننتظر موافقة وزارة الدفاع على يعني اعطاها مصاطحوية مستثمر يعني تعرف احنا نادي مرتبط بقيادة القوة الجوية وثم وزارة الدفاع واحنا كتبنا الى وزارة الدفاع من تجينا الاجابة ان شاء الله يعني 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 نطيها المساطح يعني يعني مو استثمار مشاركة مصاطح يسموها لانه احنا نعمل وفق قانون تأجير وبيع املاك الدولة يعني تأجير يعني املاك الدولة اذا صار العقد مال الحبيبية احنا راح نشرط يعني على المساطح انه من ضمن العقد انه يبنينا ملعب بارض شارع فلسطين حلو اي نعم ممكن يعني نشوف ملعب للقوة الجوية ان شاء الله ان شاء الله يعني يعني اكثر من 70% ان شاء الله نشوف ملعب للقوة الجوية اكو ازمة مالية بالقوة الجوية استاذ الله هو طبعا يعني انت نادي حجم الاراد ما يختلف طبعا احنا تعرف اراداتنا محدودة جدا ما يردنا من وزارة الدفاع بالشهر 320 مليون زائدا ما يجينا من الشركة الراعية شركة كورك يعني عدنا عقد وياها الموسم هو هاي وارداتنا بس احنا تعرف عقودنا يعني اكثر من 4 مليار للموسم الماضي يعني لو انت استحدث عن عقود فريق كرة قدم عدك فئات عمرية فئات عمرية ببببب شباب خماسي خماسي نسوي نعم نعم ألعاب أخرى نعم فأهواي متطلبات يعني يعني ما يردنا من أموال ما تكفي الحقيقة ما تكفي ما تكفي اكو عجز بالنادي اكو عجز طبعا اكيد اكيد كيف مطلوب النادي تقريبا يعني بحدود الـ 3 وشوية 3 وشوية مليار نعم نعم هذه شنو واضعي لها خطة شلون تتعالج ان شاء الله نعالجها يعني مني صير استثمار العرض في فلسطين وبالحبيبي نعالجها ان شاء الله صيرك وإرادات صيرك وإرادات زينت منا لكم التوفيق الله يحفظك ساد علي ومبارك مرة أخرى شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضورك الله يحفظك ساد علي ومبارك لجماهير الصقور واللاعبين الملاك الفني والإداري والإعلامي المميز بكل أمان المكتب الإعلامي مميز جدا ونشط نعم مكتب الإعلامي رائع مكي لياسي ويحتاجون تكريم بهذه الملاك والله يستاهلون يعني سيد مكي يستاهل وميزين كلهم سيد مكي وكل أعضاء المكتب الإعلامي وكل الكادر الإعلامي يستاهلون أفطال يعني شكرا جزيلا لكم مشاهدين أنا لتقي غدا السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا